اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اربعة بلاغات جديدة تستند وتتوسد جميعها تقارير رسمية صادرة من الجهاز المركزي بالمحاسبات فضلا عما قدمناه من بلاغات سوف اعضحها للتفكرة امامكم ايضا وكما اعتدتم معي سوف يكون حديثي بالمستندات والادلة الدامغة وليس بالتطاول ولا الخروج عن حدود الادب التقرير اللي انا اعرضه على حضراتكم النهاردة تقرير نقابة القاهرة الجديدة نقابة القاهرة الجديدة وواجب علي قبل ان اعرض عليكم ما ورد الي في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 28 فبراير 2021 ان انا اقول ان هذا الكلام ينصرف الى المجلس الى مجلس النقابة للقاهرة الجديدة الذي كان قائما في تلك الفترة ليه لان هناك مجلس جديد تشكل في فبراير الماضي وفيه صحيح حوالي خمسة او ستة من المجلس القديم يرد عليهم هذا الكلام وفيه اخرين لم يكونوا موجودين ولا يرد عليهم هذا الكلام جاءني هذا التقرير يقول ان مجموعة العمل المكلفة ببحث نقابة المحامين وتعرض باوامر رئيس الجهاز لاداء المهمة بمراقبة ومراجعة اعمال نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة فانها قد سطرت لنا هذا التقرير في عشرين ورقة فضلا عن المرفقات وهي تسع مرفقات بالغة الاهمية وبعد الاشارة الى نطاق البحث وعدم قيام النقابة الفرعية بموافاة الجهاز بالمستندات والدفاتر والسجلات عن سنوات البحث يعني حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على انه يسجل انه قد نجح في الوصول الى ما وصل اليه رغم اعاقته المتعمدة الصادرة عن المجلس الذي كان تولى نقابة القاهرة الجديدة وحجب المستندات والدفاتر والسجلات عن سنوات البحث وتحديدا هذا منسوب الى الاستاذ احمد مهنة الذي كان امينا للصندوق في المجلس السابق وصار نقيبا للمجلس الحالي واورد من ضمن ما اورد من الملاحظات الملاحظات الاتية انه استدعى المدير المالي للنقابة الاستاذ محمد المغوري واللي حصل على اجازة خاصة لمدة عام لتسليم ما بعهدته من المستندات والدفاتر التي قيل للجنة لجنة الجهاز انه سبق استلامه لها فافاد حينها حضر فيما حضر فتح معهم في اربعة واحد واحد وعشرين نوقش فيه ان هذا ليس صحيحا وانه اعاد تسليم المستندات والدفاتر والسجلات والاوراق الخاصة بالحسابات السابق استلام لها وناخد بالنا من الحتة ديت الى السيد الاستاذ امين الصندوق للنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة وهو الاستاذ احمد مهنة الذي صار نقيبا في الانتخابات الجديدة للفرعيات وذلك بموجب اقرار استلام من سيادته سيادة امين الصندوق في واحد ستة الفين وعشرين الكلام ده ورد في صفحة ثلاثة بالتقرير واما الايصال استلام الاستاذ امين مهنة امين الصندوق لهذه الدفاتر والسجلات والمستندات في واحد ستة الفين وعشرين فهو المرفق رقم ثلاثة في التقرير ثم اضاف التقرير انه بالتوجه الى مقر النقابة الفرعية في سبعتاشر يناير الفين واحد وعشرين ومواجهة وكيل النقابة الفرعية الاستاذ محمود زاكي وامين الصندوق الاستاذ احمد مهنة واطلاعهما معا على اقرار استلام امين الصندوق المستندات والدفاتر والسجلات مرة اخرى بالاقرار المؤرخ واحد ستة خلافا لما كان قد زعمه سياتو من ان هذه المستندات والدفاتر طرف المدير المالي فلم يستطع سياتو انكار الايصال الصادر عنه في واحد ستة الفين وعشرين ان كافة المستندات والدفاتر والسجلات في معية سياتو منذ واحد ستة الفين وعشرين وكل ما استطاعه ان يطلب مهلة لتجهزها ولم يقدم الا المستندات عن الفترة من واحد ستة الفين وعشرين حتى واحد وثلاثين اتناشر الفين وعشرين متحاشيا تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات عن الفترة موضوع البحث ثم اضافت اللجنة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات ان السيد امين الصندوق الاستاذ احمد مهنة لم يقم كما وعد بتسليم ما لديه من المستندات والدفاتر والسجلات السابق استلاموا لها بمجب الاقرار الصادر عنه المؤرخ واحد ستة الفين وعشرين وانه قد تم تحرير محضر مناقشة معه يوم خمسة وعشرين يناير الفين واحد وعشرين بحضور وكيل النقابة الاستاذ محمود زكي وافاد بانه سوف يحضر المستندات والدفاتر المطلوبة عقب انتخابات الفرعيات ولكنه لم يقدمها بتاتا حتى الان كلام ده صفحة 3 و4 بالتقرير و اضافت اللجنة انها تصف مسلك الاستاذ امين الصندوق الاستاذ احمد مهنة بانه تسويف ومماطلة وهذه محض كلمات التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بانه تسويف ومماطلة يتضح مداه في عدم موافاة الجهاز وحتى الان النهاردة للمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية للنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة عن السنوات ناخد لنا بقى 2016 2017 2018 2019 وكذا عن الفترة من 1-1 2020 حتى 31-5 2020 واضاف التقرير يقول بقصد عرقلة الجهاز عن اعمال المراجعة وذلك من المخالفات المالية وفقا لأحكام المادة كذا من قانون الجهاز رقم كذا ويتعين تحديد المسئولية لمساءلة المتسبب واتخاذ اللازم قبله ثم اضاف التقرير بان مجلس النقابة الفرعية كان قد اصدره في 31-12-2017 نحفظ التاريخ ده كويس لانه تاريخ قديم يشف عن الترتيب من قديم للتعدي على المال العام بعدم توريد القرار بقى اللي صادر عن المجلس في 31-12-2017 عدم توريد اية مبالغ من ايرادات النقابة الى البنوك هذه لا سابقة لها في تاريخ الاعمال النقابية وتوريد جميع الموارد بخزينة النقابة الفرعية وذلك بالمخالفة وكما يقول التقرير بالمدة 48 من اللائحة المالية للنقابة من وجوب ايداع النقابة النقدية يوما بيوم في حساب البنك وتغفل حركة الخزينة وبديهبا انه الاداع في الخزنة بعيدا عن البنوك وعن الشكات وما تلتزم به يفتح وقد فتح ابوابا لا تنغلق للتعدي على المال العام والعبس جيد واثبت التقرير صفحة 5 ان الامر على هذا النحو قد ادى الى احتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة وفق ما اظهرته القوائم المالية للنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة في 31-12-71 وفي 31-12-2018 وفي 31-12-2019 حيث بلغت خمسمية تمانية وستين الف جنيه واربعة وتسعين الف جنيه ومية تلاتة وتمانين الف جنيه فضلا عما تبين ان الرصيد الخزينة في واحد وتلاتين اتناشر الفين وعشرين وفقا لمحضر الجرد المعد بمعرفة النقابة الفرعية ذاتها بلغ نحو مليون ومتين وسبعين الف جنيه وان رصيدها وفقا لمحضر الجرد المفاجئ اللي عملته اللجنة في 21-1 كان واحد مليون وسبعة وثلاتين الامر الذي اضاع على النقابة فيما اورد التقرير عائد الاستثمار تلك الاموال في شكل ودائع بالبنوك وطبعا غني عن البيان ان هذه حدود الجهاز اما حدود سلطات الاستدلال والتحقيق نيابة العامة فتوجب تفسير هذا المسلك وبحث اغراضه ومراميه وتوجب التحري عما كانت تمثله الانفاقات النقدية من الصحة والسلامة من عدم جديد بالذكر ايضا ان النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة لم تقم بالتأمين على الخزينة المودع بها هذه المبالغ الضخمة ولا امنت على امين الخزينة ضد اخطار السطف والسرقة واضف التقرير انه يتعين الغاء قرار مجلس النقابة الصادر في واحد وثلاثين اتناشر الفين وسبعتاشر وانه يتعين الغاء هذا القرار يتعين الغاء هذا القرار لانه مخالف للاصول وانه يتعين الالتزام بتوريد كافة المتحصلات او المتحصلات النقرية الى البنوك ومن ضمن المرفقات في هذا التقرير البلاغ اللي اجريته واللي قيد برقم 463 لسنة 2020 اموال عامة اوليا ومن ضمن المرفقات المعد ارفقها هنا انه كان الاستاذ نقيب القاهرة الجديدة في خطابيه الذين بعث به ما الي في ابريل الفين وعشرين قد اورد ان المبالغ اللي هي مستحقات النقابة العامة التي بلغت في ذلك التاريخ في 17 ثلاثة الفين وعشرين خمسمية سبعة وتلاتين الف وتنمية سبعة وخمسين جنيه لم توضع في حساب البنك وانه اللي تجاهل هذا واستولى على الكلام ده ثلاث موظفين او اربعة من الموظفين العاملين لديهم في النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة واخفى سيادته انهم هم الذين اصدروا قرارا في واحد وتلاتين اتناشر سنة 2017 بايقاف الايداع الايداع النقدية في البنوك وايداحها في الخزينة كان اللي حصل بقى في البلاغ ربعمائة تلاتة وستين انه حصل تزييف على الحقيقة وذكر للنقيب العام وذكر في التحقيق خلاف الواقع والواقع ان مجلس النقابة بما فيه السيد النقيب للقاهرة الجديدة الاستاذ اشرف زكي وبما فيه الاستاذ امين مهنة امين الصندوق احمد مهنة امين الصندوق هم الذين اصدروا قرارا بايداع النقدية في الخزينة ولم يكن الامر امر مخالفة من الموظفين اورن التقرير فيما يتعلق بواقعة البلاغ الربعمائة تلاتة وستين والعلم حضراتكم جرت تظلم من القرار الصادر فيه انه نقيب القاهرة الجديدة اورد التقرير انه فضلا عن عدم توريد النقابة الفرعية للمبلغ اللي هو خمسمية سبعة وتلاتين الف وتمنمية سبعة وخمسين الى البنك بنك اسكندرية فانه ظل بحوزة القائمين على التحصيل وقد تبين قيام كل من وكيل النقابة الفرعية سلح محمود زكي وامين عام النقابة الفرعية بالتحقيق مع القائمين بتحصيل تلك المبالغ بتاريخ ثلاثة واربعة خمسة الفين وعشرين فافاد القائمون بالتحصيل بإيداع المبالغ المحصلة بخزينة النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بمعرفة وإشراف الأستاذ أحمد مهنة أمين الصندوق فلماذا أخفيت هذه الحقائق ولماذا إذن كان الكذب في المكاتبات الرسمية الموجهة إلى النقابة العامة وفيما طرح على القائمين على تحقيق البلاغ كان لديه موجود في صفحة ستة بالتقرير ومرفق بالمرفقات رقم ستة بالتقرير وأضاف التقرير في صفحة سبعة أن الجهاز لم يتمكن من التحقق من صحة إيداع تلك المبالغ في خزينة النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة هم بيقولوا إنما التحقق من صحة ما أودعتش في البنك التحقق بقى من صحة الإيداع الذي قيل إنه نهض عليه الأستاذ أحمد مهنة قرر الجهاز أنه لم يتمكن من البت في هذه الجزئية هل الأستاذ أحمد مهنة أوضع المبلغ كما قيل في خزينة النقابة الفرعية ولا لم يهدعه وقال أنه أيضا الجهاز قال أنه لم يتمكن أيضا بسبب عدم موافاته بالمستندات الخاصة بتلك الفترة وفقا لما سلف بيانه وما سلف بيانه أن أمين الصندوق الأستاذ أحمد مهنة قال أولا أن المستندات والدفاتر والسجلات طرف المدير المالي للنقابة الفرعية محمد المغوري فلما استدعي محمد المغوري قال لا لنرجعت الحاجات دي كلها للأستاذ أحمد مهنة وقدم الإيصال الصادر من الأستاذ أحمد مهنة في واحد ستة 2020 بأنه قد استلم وأن في عهدته كافة الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالحسابات وأنها ليست طرف محمد المغوري وأنه كل ما قاله لللجنة أنه طلب مهلة لتجهيز هذه المستندات ولست أدري ما هي المهلة لتجهيز مستندات هذه المستندات المفترض أنها جاهزة وتقدم حين تطلب ولكنها لم تقدم وإلى أن انتهت لجنة الجهاز من إنهاء مأمورياتها واستبان أنه دفاتر اليوميات وأوراق الحسابات الخاصة بالخزينة ومفتاح الخزينة عهدت سيادته سيادة أمين السندوق الأستاذ أحمد مهنة عن السنوات 2017 و2018 و2019 وأيضاً من 1-1-2020 لغاية الفترة بتاعة 1-6-2021 وأنه يتعهد بتقدمها ولكنه لم يقدمها قط وتعلّل كما يقول التقرير بتعلّات غير مقبولة حتى اضطر الجهاز إلى إنهاء مأموريته دون الإطلاع على هذه المستندات والدفاتر والأوراق الخاصة بالحسابات لأن السيد أمين الصندوق أخلف كل وعوده ولم يقدمها أو يتفضل بإرسالها إلى الجهاز حتى يأس أو بالأحرى أدرك أن سيادته لن يقدم هذه المستردات والدفاتر والأوراق والسجلات إلى الجهاز لسبب لا يغيب عن فطنة كل بصير وانتقل الجهاز أو انتقل الأمر من حيز الاسنتاج إلى حيز الدليل بما أورده تقرير الجهاز صفحة 6 من أدلة خلل الدورة المستندية لنقابة القاهرة الجديدة وهو خلل تجلى للجهاز مظاهره في الآد واحد عدم إمساك الدفاتر المحاسبية اللازمة والتي تم طرابها منذ كتاب الجهاز المؤرخ 25-21 دون جدوى وهي اللازمة لإثبات العمليات المالية والأرقام التي تعبر عن المركز المالي للنقابة الفرعية وبما يحقق الرقابة اللازمة ولكن يبدو أن أحدا لم يكن يريد تحقيق هذه الرقابة أثنين عدم إمساك سجل الأصول السابتة للمستندات المختلفة للنقابة الفرعية يوضح به قيمة الأصل وتاريخ الشراء واسم المورد وتكلفة اقتضاء الأصل وقيمة الإهلاك السنوي ومجموع الإهلاك والجهة والإدارة الموجود بها الأصل ومن نافلة القول أن نشير إلى أن ذلك لا يجري بغير غرض ومأرب لا يتفقان مع الشفافية الواجبة ثلاثة عدم وجود دورة مخزنية للرقابة على ما تم شراءه وصرفه من مشتريات النقابة الفرعية حيث لم تقم النقابة الفرعية بتحرير محاضر فحص والسلام لمشترياتها ولا بتحرير أزون إضافة وصرف مخزنية مسلسلة طبقا للأصول فضلا عن عدم تكويت يعني إعطاء كود للأصناف لحصرها وإجراءات المطابقة الفعلية في نهاية العام أربعة عدم إجراء جرد لممتلكات النقابة الفرعية خمسة عدم إمساك أو عدم إعداد قيود يومية لكافة العمليات المالية سبعة عدم إعداد موازين مراجعة شهرية لحسابات النقابة الفرعية الأمر الذي يحول أو حالة دون إعمال المراجعة وكشف الأخطاء أو بالأحرى الجرائم وكل هذه الأدلة مؤشرات تشير إلى أن تغييب الشفافية وإهمال كافة القيود بهذا الشكل إنما يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها تتأكد به الشبهات المثارة قيام النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بتوفير كافة احتياجات هذه النقابة لا ينبغي أن تفوت سبتا للجهاز قيام مجلس نقابة القاهرة نقابة الفرعية القاهرة الجديدة بتوفير كافة الاحتياجات عن طريق الشراء بالأمر المباشر ده الأصل باء الشراء بالأمر المباشر دون اتباع أي من الطرق الواردة في القانون ولائحة المشتريات والأعمال الخاصة بالنقابة العامة التي تسري على النقابة الفرعية بل ودون عناية وكما سجل تقرير الجهاز بإحضار عروض أسعار للمفاضلة بينها وغني عن البيان طبعا أن الأمر المباشر في الحالات التي لا يجوز فيها وبدون أيضا المفاضلة بين عروض أسعار متعددة تقدم إنما يفتح وقد فتح أبوابا لا تنغلق للعبس بالمال العام والاستيلاء عليه بغير حق أورد التقريب أيضا عدم قيام النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بالتأمين على أصولها ضد الحريق والسرقة والسطر وأورد أيضا أنها قامت باستخدام المتحصلات النقدية مباشرة في صرف كافة احتياجات النقابة ودون عروض أسعار بالمخالفة لأحكام المادة 67 من اللائحة المالية وأكد التقرير وجوب تحديد المسئولية ومساءلة المسئول ثم أضاف التقرير أنه لا يستطيع أن يسقط أنه بمراجعته الأعمال وجد ما ينبغي التوقف عنده فيما سمي مؤتمر شرم الشيخ وما أدراكم ما هو مؤتمر شرم الشيخ ده التقرير اللي بيقول مش أنا اللي بقول قال إيه التقرير قال إنه رجعوا هذه العملية فالتقوا إنه لم يتم فيها بتاتا أي التزام بالأصول وقبل ما ينتقل لشرم الشيخ بقى ويفردها قال الإيرادات اللي جات أورد أنها ورد ورد 3 مليون و429 جنيه من التصديق على العقود والإيرادات الأخرى الأخرى 3 مليون و242 وكذا 187 ألف جنيه على التوالي ولوحظ في هذا الشأن بلغت إيرادات تصديق العقود 3 مليون و242 ألف جنيه وتمثل محصرة التصديق من خلال ثلاث منافذ قالوا المنافذ قالوا منفذ دار القضاء جاب مليون وثلتمية سبعمائة ستة وعشرين ألف كلام ده كله طبعا التاخد التاخد منفذ دار القضاء مليون وسبعمائة وستة وعشرين ألف ومنفذ مدينة نصر ستمائة وثلاثتاشر ألف ومنفذ القاهرة الجديدة تسعمائة وثلاثة ألف والإجمالي تلاتة مليون و242 ألف وكلام ده مكتوب تفصيلا صفحة تسعة بالتقرير وأورد التقرير أنه تبين بالمراجعة ألف عدم التحقق من صحة إرادات التصديق على العقود لعدم موافاة الجهاز وفقا لما تقدم بيانه ووفقا لخطابه المؤرخ خمسة وعشرين واحد ألفين واحد وعشرين بما يفيد صحة تلك الإرادات من صور إيصالات التصديق وكذا اليوميات الخاصة بكل منفذ تحجب عن الجهاز لا سيما في ظل قيام النقابة الفرعية بإنشاء برنامج خاص ده كلام الليلة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات مش إحنا الليلين قيام النقابة الفرعية بإنشاء برنامج خاص بها موازي للبرنامج المعد بمعرفة النقابة العامة والذي يطب وكما قال التقرير في كافة النقابات الفرعية يعني النظام اللي مقرران النقابة العامة يجري تطبيقه في كافة النقابات الفرعية كافة ولم يشز عن هذه النقابات الفرعية سوى نقابة القاهرة الجديدة أنشأت نظاما خاصا بها موازي لنظام النقابة الفرعية العامة ولم يمكن الوقوف على هذا البرنامج للتحقق من عدم إلغاء بعض العقود أو تعديل قيمتها بواسطة المحصلين أو المسؤول عن التحصيل والفحص وأكد التقرير على وجوب موافاة الجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات بالمستندات السالف بأنها لمراجعتها ومحاسبة المسؤول صفحة عشرة أيضا بالتقرير أورد في به عدم التزام النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بالقرار الصادر في ستة وعشرين سبعة الفين وستاشر من نقيب المحامين العام المعدد للقرار الصادر بتاريخ أربعة وعشرين سبعة الفين وستاشر والذي بموجبه يتعين أن تؤدى وأن تورد للنقابة العامة نسبة خمسة وسبعين في المية من المحصل أو الرسوم المحصلة على العقود والتي لم تقم النقابة الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة والبالغة خلوا بالكم بقى أنا كان البلاغي الغلبان عن خمسمية سبعة وتلاتين ألف وتبنمية سبعة وخمسين جه بقى الحصر الحصر بقى قال كله كده تلاتة مليون متأسف اتنين مليون وربعمية اتنين وتلاتين ألف عن الفترة دي اتنين مليون وربعمية اتنين وتلاتين ألف مش كده وبس قال بالإضافة إلى مبلغ خمسين جنيه قيمة دمغة محماء عن كل عقد تقول بالكامل إلى النقابة العامة وأن الجهاز لم يتمكن من حصرها لأنه برضو حجبين عنه يوميات التصديق على العقود في كل منفذ من المنافذ السلاسة التي حدثتكم أو حدثكم عنها التقرير وأضاف التقرير يجب يجب توريد حصة النقابة العامة من التصديقات على العقود المحصلة وسرعة توريدها ثم أورد التقرير في البندجيم في الحتة دي تسهيل مسؤولي النقابة الفرعية حقولها تاني تسهيل مسؤولي النقابة الفرعية حصول المحامين يعني باختصار كده تسهيل استلاء على مبالغ دون حق يسميها تسهيل استلاء تحت مسمى استردادات وبنقصين عمول التصديق العقود إزاء عدم التزامهم بالقرار الصادر بتاريخ 24 سبعة 2016 من نقيب المحامين والذي تم بموجبه إلغاء النسبة التي كانت تصرف للمحامين فضلا عن تعذر التحقق من صحة المبلغ والمبالغ المعطاة للمحامين مقابل الاستردادات وكذا استلامهم إيه وكذا استلامهم هو مدون أن رجاء عطيه خد ألف ومدون أن الأستاذ هشام خد ألفين ومدون أن الأستاذ علي خد تلات تلات إنما لو أخذهم وللأ ما فيش إصارات باستلامهم للمبالغ إنما بيقال إنهم استلامهم ويجري إيه تخصيم أو خصم هذه المبالغ دون إرفاق ما يفيد أنها سلمت فعلا إلى المحامين المقول بأنها سلمت إليهم وهذا يفتح وقد فتح أبوابا لا تنغلق للاستلاء على المال العام صفحة 11 بالتقرير وقد أضاف التقرير أن ما أمكن حصره من تلك المبالغ المنصرفة في هذا الشأن في خلال تلك الفترة منفذ دار قضاء مليون وسبعمائة ستة وعشر ألف والاستردادات ربعمائة اتنين وتلاتين ألف منفذ مدينة نصر الإيرادات ستمية وتلاتاشر ألف والاستردادات مية تلاتة وخمسين ألف ومنفذ القاهرة الجديدة إيرادات التصديق بالمليون تسعمية وتلاتة ألف والاستردادات متين ستة وعشر ألف والإجمالي إيرادات التصديق بالمليون تلاتة مليون ومتينين وعربعين ألف والاستردادات تبنمية وعشر ألف يعني أربع المليون مفيش إصالات باستلامها ممن نسب إليهم أنهم استردوها واستلموها ده صفحة 11 بالتقرير وتكلموا بقى عن حرمان الخزانة العامة للدولة من جزء من مواردها إذا صرف المبالغ المالية دي سواء للمحامين أو باسم المحامين كده وكده يعني والتي بلغت تبنمية ووحداشر ألف جنيه دون حساب وخصم الضرائب المفروضة عليها تكلموا عن إيرادات متنوعة تكلموا عن مد مهمة جدا عن مؤتمر شرم الشيخ قالوا أنهم أراجعوا الإيرادات والمصروفات بتاع مؤتمر الشرم الشيخ اعتبارا من صفحة 12 بالتقرير لقوا إيه بقى حضراتكم ما هو مؤتمر شرم الشيخ ده حدوتة وحدوتها حتجر حدات كتير قوي ما هيش يعني المسألة ما هيش قاصرة فقط على نقابة القاهرة الجديدة ولا على النظم المؤتمد والدعى أنه الفرق صرف ومنجيبه لا دي حتجر كتير قوي لأنه راها مين اللي صدق ومين اللي أمر ومين اللي أتاح إلى آخره قالوا عدم قيام النقابة أول ملحوظة للجهاز عدم قيام النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بموافاة الجهاز بالقرارات الصادرة من السلطة المختصة لتنظيم ذلك المؤتمر يبقى كان يتعين لتنظيم هذا المؤتمر أن تكون هناك قرارات من السلطات المختصة لم يقدمها النقابة الفرعية ليه بقى؟ قالوا أنه هذه القرارات يحدد فيها أولاً إقامة المؤتمر وقيمة اشتراك العضو وأوجه الصرف من إقامة وإعاشة وانتقالات وأعداد الضيوف والحضور من المحامين رغم أن الجهاز طلب ذلك عدة مرات آخرها بخطابه 25 يناير 2021 دون أن يستجيب الأستاذ أمين مهنة أحمد مهنة أمين الصندوق لهذه النداءات والمكاتبات المتتلئة وأضاف التقرير أنه يتعين موافاة الجهاز بتلك القرارات لإتمام المرادعة صفحة 13 بالتقرير ثم أورد أنه تمت مشاركة العديدين من السجد من الأعضاء التابعين لبعض النقابات الفرعية الأخرى بذلك المؤتمر الذي نظمته نقابة القاهرة الجديدة وأضاف التقرير أن الجهاز جهاز المركزي دي المحاسبات لم يتمكن من الوقوف على أعدادهم كم واحد اللي اشتركه سواء بقى محامين من نقابات أخرى أو غير محامين ما تمكنش من معرفة أعدادهم ولا المبالغ المحصلة منهم ومن قام بالتمويل والإعاشة لهم بالفندق وتدبير الانتقالات لهم الأستاذ منظم وهو محمي شابه ومسؤول لجنة الشباب قال لدكتور أيمن أعطى الله في برنامج الأفوكات أنه هو تحمل الملايين الفرعي من جيب الخاص ومن ثم من قام بتحمل الدعم عنهم ما هو أصل الدعم ده ليه قواعد الدعم ليه قواعد والنقابة العامة والنقابات الفرعية لا تستطيع أن تقدم الدعم إلا للمقيد من المشتغلين في جدولها اتنين أن يكون مسدداً لاشتراكاته حتى الاشتراك الأخير فإذا لم يكن فطبقاً لقواعد قانون المحامات لا يجوز أن يعطى حتى شهادة ولا أن تبزل له أي خدمة ولا أن يؤدى له أي دعم طيب أنت خدت الأعداد دي وتحملت عليها دعم من النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة دون أن تتيح لأحد فرصة المراجعة واستبان أن عدد المقيمين في الفندق بلق شوفوا القنبلة بقى ربعمية وستاشر واحد بينما من سددوا الاشتراك مية سبعة وتمانين يا ألطاف الله يا ألطاف الله يا ألطاف الله الذين أقاموا في الفندق وقدم لهم الدعم وتحمل التكاليف الإقامة ربعمية وستاشر بينما لم يسدد اشتراك إلا مية سبعة وتمانين واحد فقط يا ترى منين يا ترى منين الفلوس دي يا ترى منين فمن الذي تحمل هذا الفارق الضخم حملت شبكات الإنترنت وكلكم شفتوها مداخلة مع برنامج الأفوكاتو حملت إجابة من الأستاذ محمد محمود منطاوي عضو مجلس النقابة الفرعية عن الشباب أن السيادته وهو محمد شاب دفع هذا الفارق الضخم من مال سيادته الخاص وأكد التقريب في صفحة 13 أنه يتعين موفاته بموقف هؤلاء الأعضاء من سداد الاشتراك بالمؤتمر وعددهم والجهة التي تحملت إقامتهم وإعاشتهم بالفندق والنقل وكذا الدعم عنهم للمراجعة والتقرير عن ذلك بما يتوجد طبعا ما يمكنش المسائل تصير على هذا أنه يبقى فيه يعني فيه شفة فيه وفيه حرصة على المجل العام ما يمكنش عشان كده أضاف التقرير وقال إنه الإيرادات سجلت عن المؤتمر 187 ألف جنيه بوقع ألف جنيه عن 187 واحد المشتركين طبعا رفض عشر وضربناهم في إيه في ألف حيبقى كتير قوي قال ليه ما فيش بوقع ألف جنيه للعضو الواحد بناء على كشف لم يتضمن خلي بالكم بقى لا رقم القيد لبعضهم ولا التحقق من صفة كمحامة ولا أرفق به صورة الكرنيه كرنيه النقابة للتأكد من سداد اشتراك العضوية المستحق المستحق من عدم عن عام ألف وعشرين ودون إرفق إيصالات التحصيل الأمر الذي حال دون التأكد من أحقية المشتركين في دعم النقابة الفرعية لهم بالمخالفة لأحكام المادة 169 من قانون المحامة المعدم تضمن التقليل أيضا أنهم في مصروفات 200 ألف جنيه و100 ألف جنيه لحاجة اسمها فندق دريم بيتش عن حاجز 288 غرفة وشركة ترافلز إيجرد عن نقل المشاركين ذهابا وإيابا دون إرفق فواتير تفصيلية والاكتفاء بإيصالات استلام نقدية مما حال دون التحق من صحة الصرف مصروفات 2 مليون و289 ألف خلال هذه الفترة وتبين من المراجعة عدم قيام النقابة الفرعية بخصم الضرائب المستحقة مما سيعرضها ويعرضنا لخصم القيمة من ميزانية النقابة وبلغ ما أمكن حصره 747 ألف 747 ألف اتنين قيام النقابة الفرعية بصرف العديد من المبالغ بموجب فواتير غير مستوفاة للبيانات الجوهرية الأمر الذي حال دون التحقق من صحة الصرف وقد بلغ ما أمكن حصره 271 ألف جنيه وفي أيضا مصروفات علاج 271 ألف جنيه لم يمكن الحصر والتوقي أو وجدوا أن في حد يتصرف له ألف وحد يتصرف له 15 ألف بلا أي معيار وفيش معين قيام النقابة ودون إرفاق مستندات بصرف معونة علاج 53 ألف جنيه وأعد نشر طبعاً مستحقات النقابة العامة جملة مستحقات النقابة العامة لدى نقابة القارة عن الفترة الأولينية مايش بس خمسمائة سبعة وتلاتين ألف لا ده 719 ألف يضاف إليها مليون ومتين ستة وخمسين ألف وتمينمائة سبعة وخمسين وتبلغ الحصيلة اثنين مليون وسبعمية وتمانية ألف مش عاوز أقول لكم أنه من ضمن يعني الواقع المؤسفة أن الصرف اللي واحد عامل في فندق إكراميات سبعة تلاف وخمسمائة جنيه إكراميات سبعة تلاف وخمسمائة جنيه طبعاً ليس يفوت حضراتكم أن هذه الأعمال تشكل ما تشكله أنا مش عاود أتطرق والذي أستطيع أن يعني أبديه أن أنا عاكف من فترة أنا أكاد لا أعمل بالمحامة في مكتب الخاص وأنا ناذر نفسي لنقابة المحامين وكافة البلاغات اللي قدمت واللي ستقدم وحتكون أمام النائب العام يوم السبت بحوافظها اللي بلغت لكم أدي كده أنا الذي كتبتها بخط يدي والذي قضحت فيها فكري فاضل إن أنا هقدم لكم كشف حساب لو ملحقتش بكرة سيبقى يوم السبت بما أجريت على مدار العام ما انتخذت من قرارات وما أجريت من خطوات وسوف أشفع هذا أيضاً ببيان البلاغات التي قدمتها وعلى وجه الخصوص حقيقة الحقائق في مسألة المركب فرعون النيل بالمستندات وحاجة طريفة جداً أن يقال أن احنا بنتكلم أي كلام وأننا رجل مريض والمركبة هي نكروح استلموها ده إنذار هذا إنذار مو أعلن عن طريق المحضرين قمت به باتخاذ اللازم لإختار وإنذار الأخ الأخ محمد أورني السعدني عن نفسه وبصفته صاحب ومدير شركة السعدني للمقاولات البحرية التي لا سجلة تجالي لها ولا صحيفة شركات والتي تعقد معها الأستاذ النخيب السابق على إعداد المركب إعداداً سياحياً ويبقى مجهز بمطعم وأصالة أفراح أنه سيادته فك الصندل ما هو صندل مش مركب وباعه خردة بإدراءات انفرد بها وكمان كان ملتزم أنه هو حيسلم الأعمال في شهر مايو في سنة 2019 معمول عليه شرط جزائي خبس تلاف جنيه في اليوم الأستاذ النخيب السابق اللي بيقول النهاردة أن أنا مريض قاعد في النقابة لغاية 18-03-2020 ما قالش للراجل الشرط الجزائي اللي عليك من شهر خمسة خمس سلاف جنيه في اليوم يعني حسبوا بقى كده خمس سلاف جنيه كل يوم يعني يبقى في الشهر مية خمسين ألف مية خمسين ألف الحزبة دي أنا حسبتها وحسبت الفترة الأولى والحزبة طلعت كذا والفترة الثانية طلعت كذا والفترة الثالثة كذا وطلع الرصيد اللي لنا عنده بقى دلوقتي آه 3 مليون 3 مليون و خمسمية خمسة وعشرين ألف ومتين وطمنتاشر جنيه هنظرتوا بها بإنظار على عد المحدد والأخ السعداني اللي الأستاذ ومعتروحوا تستلموا مركم مفيش مركم مفيش مركم طب يتفضل ساتوا استلموا جبالنا تفضل ساتوا استلموا جبالنا الأخ السعداني مرضاش استلم الإنظار وهذا تصرف جهول يعني هو بقول ده راجل لا بتاع مصانع ولا شركة بحرية ولا سجل التجاري لأنه مرضاش يستلم الإنظار دون أن يعلم أو يدري بأنه عدم استلام الإنظار إنظار وأنه بهذا قد أعلن وأن المعدر ما عليه إلا أن يقول أنه قد امتنى عن تسليم الإنظار ويسلمه المأمور الاسم ويعلنه بالطريق دير إحنا الكلام ده هيعرض عليكم وهو معروض على النيابة العامة بالمستندات وبتقارير مش مني بقى بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لأننا في الواقع في الواقع يعني أنا حاولنا في الأول وأخفقنا يعني إحنا سمعنا كلام عن المركب فرعون النيل واحد دي ونسأل فين المركب دي مفيش نبعت على النار دي مفيش فأنا كلفت اتنين من أعضاء المجلس الأستاذين عبد الحفيظ الروبي ومحمود الداخلي وراحوا انتقلوا وراحوا وعملوا لاوا بلاوا امتلتلة وصوروا فيديوهات ويا أخ عد نام فين الورق ما عنديش ورق يا أخف نام فين الورق مفيش ورق لأنه طبعا حجب عنا هذا كله وأشياء ربنا سبحانه وتعالى أنه يعني الجهاز المركزي للمحاسبات يلب النداء الذي وجهته إليه للتفتيش علينا والبحث والتقصي وقام بهذه المهمة الجليلة وشكلت لجنة من الجهاز ومن بعض أعضاء مجلس النخابة وحصرت القصة وهي قصة مؤسفة سبق أن عرضتها عليكم في بث سابق ولكني سوف أعرضها مرة أخرى بعد التقدم بالبلاغ لأرد بالمستندات مستند مستند على هذا الهراء الذي يحل للبعض أن يسوقه ضمن طرهات لا يمكن أن يعيها عقل ولا أن يقبلها بصير بدي أقول أن أنا حريص أن أنا في نهاية العام أن أتقدم لكم جميعا بكشف حساب بالورق أو الألم المصطرة وبالمستند عما قمت به وما لم أقم به من أعمال خلال مدة عام وهكذا وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه العامل النقابي كلنا في هذا المكان نقيبا وهيئة مكتب وأعضاء مهمتنا أن نعمل لصالح المحامين ولصالح الجمعية العامة أو العمومية للمحامين ولصالح نقابة المحامين وأن نقدم كشف حساب عما قمنا به هذا هو العمل نبرة اتنين أنه يجب الإقلاع وقد أقلعته عن هذا وأنهيته عن تكوين الشلالية 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 قادت إلى أحداث مؤسفة ومبالغ طائلة بتبذل للشلالية من ضمنها واحد اسمه مجدي عبد الحليم استراف له يعني قرابة الستمائة ألف جنيه زاد على المليون على النص مليون ستمائة ألف جنيه منح كده علشان قال هو مسك المركز الإعلامي وأنا كنت يعني طرحت هذا الكلام بالمستندات وبرضو للإحاطة سوف يكون هذا موضوع بلاغ للمحاسبة وبرضو ما صرفه فيما سميه يوم القرامة المليون جنيه تصرف للحشد ما هو ده بقى الشلالية الشلال أنا العلم حضراتكم كل واحد تابع الفرعيات أنا لأيت نقيب فرعي ولأيت عضو فرعي والتزمت الحياد وأنا قلته بقول أنا ممكن يبقى لمحبين هم وشانهم ولكن ليس ليه شلة ولن يكون ليه شلة لأن الشلة بتاعتي إن صدق التعبير هي جموع المحامين حتى اللي مش عاوزني حتى اللي مش طيقني هو فرقابتي هو مسؤول أنا عنه ومسؤول على رعاية مصالحهم هذا هو العمل النقابي وهذا هو الشرف الذي تعلمناه وهذه القيم التي واجب علينا أن نبثها إليكم وسوف نفعل بمشيئة الله أطيء التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة